خلينا نتخيل جسم الانسان ده زي اي جهاز او اي مكنة هنعتبارها مثلا عربية علشان للتسهيل وهنفصص الجسم ده عبارة عن ايه حاجة حاجة يمكن ده ان شاء الله تكون اول حلقة من سلسلة حلقات يعني نتكلم فيه على جسم الانسان بطريقة زي ما احنا دايما متعودين مع بعض بطريقة بسيطة عشان نفهم كل حاجة من غير دشة او من غير حشو دماغ الهدف ان كل الناس تبقى الى حد ما عندها ثقافة عامة او طريقة مبسطة يفهموا جسم الانسان عامل ازاي بيشتغل ازاي ايه وظيفة كل جهاز فاحنا ان شاء الله النهاردة تكون حلقة مجمعة كده او حلقة نتكلم فيها على الجسم ككل ودي هتكون مقدمة لحلقات تانية نتكلم عن كل جهاز او كل حتة احنا فصصناها بالتفصيل لو هنبتدي نتكلم على جسم البني ادم هنتكلم كأنه من جوه البرا هنتكلم الاول على زي ما نقول الشاسي بتاع العربية او الهيكل العظمي او العظم بتاع البني ادم ده زي ما نقول الشاسي اللي بيركب عليه بعد كده كلها هو بالمشاركة مع العضلية لان العظم ده هيركب عليه بعد كده عضلات من طريق اربطة اول جهاز هيكون زي ما نتخيل كده الشاسي البني ادم اللي هو العظم وراكب عليه العضلات بعدين هنتكلم على ان جسم البني ادم زي برضو العربية محتاج في الموتور بقى اللي هو هيشغل العربية دي الموتور ده هيكون هو القلب طبعا بمساعدة الرئة ان هما بيخدموا على بعض او الجهاز الرئوي القلبي او الجهاز الدوري الواحده والجهاز التنفسي الواحده المهم نعتبرهم زي موتور العربية او زي موتور جسم البني ادم اللي في حالة شغل دائم ان طول ما البني ادم يعني شغال لازم يبقوا شغالين وطبعا الموتور ده بقى يعني موادي بمواسير ويعني هي الشرايين والاوردة وزي ما قلت يعني كل جهاز من ده ان شاء الله هنشرحه بالتفصيل طبعا اقول سلام عليكم على الجميع ومتنسوش لو في اي حد ما عملش اشتراك في القناة ام نشتراك في القناة قناة نتكلم فيها عن الطب وطب العيون بشكل مبسط وحاجات كتير بعيد عن الطب خالص نكمل كلامنا بعدين بعد الموتور العربية برضو بيكون محتاجة كهرباء علشان تشغل الحاجات الكهربائية بحتاجة بطارية واسلاك نفس الفكرة عندنا المخ والمخ ده نازل منه الاعصاب يغزي الجسم ككل وهنتكلم بالتفصيل نيجي بعد كده العربية دي محتاجة كل شوية بنزين يتحرق علشان تفضل العربية تشتغل وده عن طريق الطاقة اللي هي بتجيلنا من الاكل ده هيكون عن طريق الجهاز الهضم بعد كده البنزين ده تحرق ومحتاج يحصل اخراج لفضلات البنزين ده زي الشاكمان كده ففيه اخراج جهاز الهضمي والكبد وهنتكلم على جزء في الجلد ولكن انا برضو بتكلم على الاخراج من ناحية الجهاز الباولي او الكلا طبعا مع الجهاز الباولي في الجهاز التناسولي ده طبعا العربية مش هتبقى محتاجة ولكن هنتكلم عليه برضو وبعد كده هنتكلم على يعني زي ما نقول بقى فيه دورات مساعدة زي ما فيه دور التكييف وفيه دور التبريد ومش عارفه رادياتير وبتاع احنا برضو في الجسم البنيات ده فيه بعض الدورات يعني هنتكلم على الغدد وهنتكلم على الجهاز اللينفاوي دي برضو من الحاجات المهمة في جسم البنيات ده لتنظيم الشغل في الجسم زيها زيها بالضبط ان هي الرادياتير مثلا لو فيه مشكلة يحتاج ان هو يكون سليم ولكن مش اساسي زي الموتور مثلا يعني وظائف خاصة مختلفة مهمة للجسم ولكن ليست اساسية زي يعني مش حاجات من التجهيزات الاساسية اللي مكنت الجسم الانسان ده ولكن هنفسص حاجة حاجة انا بحاول اخلينا نتخيل الموضوع وطبعا بعد كده فيه بقى البودي اللي هو الاساسي اللي هو بيركب على ده كله والديهان اللي هو الجلد بقى اللي بيغطي ده كله طبعا الجلد ده من اهم الاجهزة يعني هنتكلم بقى حاجة حاجة ان شاء الله فلو احنا تخيلنا يعني زي كده كأننا فصصنا البني ادم من جوه والبرة هو شاسي عدم وعضلات مطور قلب ورقة بعدين كهربة مخ وعصاب بعدين بنزين داخل جهاز هضمي بنزين خارج اخراج كليا واجهزة الاخراج الاخرى اللابده وجلده وبقية الجهاز الهضمي وزي ما قلت اجهزة تانية دورات تانية زي الغدد والجهاز التناسولي والجهاز اللينفاوي وفي الاخر فيه البودي الخارجي والدهان اللي هو الجلد بتاع جسم البنانة كل الاجهزة دي بتشتغل بتناغم سبحانه الخالق يعني في التناغم بين كل الاجهزة دي ان شاء الله كل جهاز من الاجهزة دي هنعمل لها حلقة تفصيلية جايز ان انا اضم بعض الاجهزة مع بعض مرتبطين يعني الجهاز الدوري او القلبي والجهاز التنفسي دول مرتبطين ببعض ممكن يكونوا حلقة واحدة هنظمها ان شاء الله هنتكلم بطريقة زي ما دايما بقول بطريقة تكون بسيطة يعني مش عايز الموضوع لان الموضوع ده لو خدته تفصيليا وعاد نفسصنا واحدة واحدة ممكن يكون تقيل قوي ويبقى فيه حشو كلام انا مش الغرض ان احنا نقعد نستعرض بالمعلومات والغرض ان احنا يكون في دماغنا القليل القليل او القليل المهم حاجة المهمة اللي تنفعنا في حياتنا العامة تبقى ثقافة عامة زي لازم نكون عارفينها بحيث ان احنا نكون متخيلين رايحين لدكتور واحنا بنسمع منه نبقى فاهمين الامور ماشي ازاي احنا في حد ذاتنا نبقى فاهمين جسمنا ماشي ازاي فيه حاجات ممكن تطمننا بدل ما نتخضع الفاضي يعني ده الغرض العام من الموضوع اتمنى من ربنا ان الكلام يوصل لاي حد بيسمع الكلام ده بمنتهى البساطة ما يكونش فيه عقد ولا فيه برجال على اي حد باذن الله اتمنى تكون حلقة كانت مفيدة واتمنى الحلقة التانية تبقى مفيدة وزاي دايما ما بقول لو ما شفتوش بقية الفيديوهات في القناة ياريت تبصوا بصة ان شاء الله تكون خناها ممتعة ومفيدة وزاي ما بقول مش بس كلام في الطب في حاجات كتيرة بعيدة عن الطب خالص ملاش اي علاقة بالطب لو ما عملتوش اشتراك فيها ياريت تعملوا اشتراك عشان يوصل لكو كل جديد ربنا يدينا العمر والصحة ونشوف بعد على خير الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته